سنوات من الصمود في وجه الاستيطان الذي قدم الأغوار شيئا فشيئا والذي كان آخره مصادرة ثمانية آلاف دنم من أراضي الفلسطينيين حمل عشرات المواطنين أمتعتهم ومواشيهم وتركوا أراضيهم باحثين عن مكان أكثر أمان عملية تهجير أكثر من حوالي عشر عائلات من منطقة الواد الأحمر الكريب من قرية فصائل أيضا هي سياسات مبيتة كديم جديد للاحتلال هي التي توسعت المستوطنات والبور الاستيطانية في المنطقة نهيك عن عملية زراعة هذه الأشجار وبالتالي هذه الأشجار تستهلك كميات كبيرة من المياه وبالتالي هناك أبار للمياه في تلك المنطقة ستتجفف كل منابع المياه الفلسطينية الكريبة من المنطقة وبالتالي هناك عملية مضايكة على الكل الفلسطيني سواء مربي الثروة الحيوانية سواء المزارعين سواء المتنزهين في تلك المنطقة سيحرم الفلسطينيين من التجوال أو المقوط أو رعي أغنامهم في تلك المنطقة فراس أيضا شاهد على اعتداءات المستوطنين يروي لنا عن حرقة قلبه بعد أن ترك وراءه ذكريات كثيرة باحثا عن الأمان له ولعائلاته علّه يجده هنا في بلدة عقربة نحن كنا موجودين هناك تكريب العشر عيال فأجل مستوطن حط أن نكبرنا هناك وصار ذلك في الرعيان أننا غيرنا يطر فيهم لا يمكن أن يصرحوا هنا أي شيء وبكى في عين أننا هناك نجيب مي مننا وحطين بربيش مادينه ويقطعوننا ويأخذوننا بس حملنا بهمش بس في النهاية يعني ذاكنا كثير ودعنا الجيش وعملهم تفتيش هم بس بحجة تفتيش ولا هم مش تفتيش لطالما قُبلت اعتداءات المستوطنين بالصمود والتحدي ولكن تزايد هذه الاعتداءات والحرمان من أبسط مقومات الحياة والطرد القصري بعد المصادقة على مصادرة الأراضي هي من قلبت حياة السكان هنا رأسا على عقب عشر عائلات هجروا من أراضيهم تركوا وراءهم آمال وأحلام وذكريات باحثين عن الأمان في مكان ليس أقل خطرا عن سابقه ليستبر بذلك معاناة المواطنين ومسلسل التهجير من بلدة عقربة إلهام هداب تلفزيون فلسطين